قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقته نانسي عجرم تكشف هوية حبيبها الجديد ظهرت معه لأول مرة على العلن أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها وفي التفاصيل نشرت نانسي صورة عبر خاصية الستوريز على حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيها مع رجل غريب لم يتعرف الجمهور إليه أما اللافت فكان التعليق الذي وضعته نانسي على الصورة إذ قالت بين الموسيقى والطاقة الحلوة كتير الوقت معك بيمرء بلا محس وتداول المتابعون الصورة بشكل واسع فيما بينهم متسائلين عن هوية الرجل الذي ظهر مع نانسي كما أعادوا الحديث عن انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم ليتبين أن الرجل الذي ظهر مع نانسي هو الملحن يحيى الحسن الذي لحن لها أغنية أمي والتي نالت شهر واسعة في العالم العربي في السياق نفسه كانت قد طاردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها شائعة الطلاق في الآونة الأخيرة وفي التفاصيل بدأت القصة عندما نشر الإعلامي إيلي باسيل صورة لنانسي مع زوجها على حسابه على انستغرام وعلق عليها بالقول عاتب ويلوم من غير فراق أكيد هتوصل الاتفاق لو مش عشان في حد بنا ممكن يضيع من الفراق وهو مقطع من إحدى أغنياتها الجديدة هذا الأمر فهمه البعض بشكل خاطئ معتبرين الصورة والتعليق بمثابة إعلان طلاق نانسي الذي أحدث ضجة كبيرة بين الرواد وفور انتشار هذه الشائعة خرج فادي الهاشم عن صمته من خلال تسجيل صوتي وثق حديثه مع إحدى معجبات نانسي عن الموضوع واستوضحت المعجبة من فادي الهاشم حقيقة الأخبار المتداولة فاستغرب شائعة الانفصال وقال طالع هلأ على البيت تشوف شو القصة ما تعتلهم أكيد نانسي أميني من جهتها علقت نانسي لأول مرة على الموضوع خلال حديث أجرته مع الصحفيين على هامش الحفل الذي أحيته في أستاذ القاهرة في مصر وقالت الإشعاعات موجودة دائما في حياتنا الإشعاعات موجودة بحياتنا دائما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر